جهود متواصلة تتبنىها الدولة لرعاية الفئات الأكثر احتياجاً ولضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين وعلى رأس تلك الجهود تأتي المبادرات الرئاسية كأحد أهم أوجه الرعاية الاجتماعية ومن ضمنها مبادرات كتف في كتف التي تتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك تعددت المبادرات الرئاسية لحماية الفئات الأكثر احتياجاً لتنتقل من مبادرة إلى أخرى القاسم المشترك بينهم توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين فمن مبادرة وصل الخير إلى مبادرة كتف في كتف تتواصل جهود التحالف الوطني وفي ظل ارتفاع الأسعار العالمية وتداعيتها السلبية على الاقتصاد المصري ظهرت حاجة ملحة إلى توحيد جهود مؤسسات الدولة من أجل رفع وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ولذلك كانت هناك حاجة ملحة لإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الثالث عشر من مارس عام الفين اثنين وعشرين التحالف يشارك في نحو اثنتين وثلاثين مؤسسة من مؤسسات العمل الأهلي التنموي في مصر والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها سواء كانت خدمية وصحية وكذلك توعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها التحالف يعمل بصورة أساسية للقضاء على الزواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية التحالف يستهدف ليس فقط تقديم المساعدات العينية والنقدية وإنما العمل على مراعاة كافة حقوق الفئات الأولى بالرعاية والاستثمار في أطفالها بدعم المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية بفتح ورش عمل تضمن دخلا يمكنهم من الانفاق على أسرهم لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج وبدأ التحالف الوطني وعمله في شهر رمضان الماضي مع إطلاق مبادرة وسط الخير واحد والتي قدمت الدعم والمساعدة لثمانية ملايين أسرة وبعد النجاح الذي حققته وصل الخير واحد بدأ التحالف في العمل على وصل الخير اثنين بعد أن أشاد الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية بجهود التحالف وحاليا ومع اقتراب شهر رمضان جاءت مبادرة كتف كتف كأداة ممتدة لمبادرة وصل الخير تعزيزا لبرامج الحماية الاجتماعية ولتخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية وكذلك للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية